بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أنا دكتورة سوسا ناجي التميمي في هذا الفيديو أريد أن أتحدث عن إجابة هذا السؤال وهو ما هو علاج السكر الكاذب دايبيتز إنسيبيدوس العلاج يعتمد على السبب كما ذكرت مسبقا إذا كان السبب سنترل يعني من مركز إنتاج الهرمون المقلل لإدرار البول نفسه منعدم مش موجود نفس ما كان في مرض السكر العادي كان إذا هو من النوع الأول يعني لا يوجد إنسولين ماذا كنا نعطى المريض إنسولين هناك إنسولين مصنع تمام يعطى المريض الإنسولين ليعمل بدل من هذا الهرمون طيب في هذا المرض إذا كان الهرمون المقلل لإدرار البول غير موجود هنا يعطى المريض علاج يسمى ديسمو بريسين ديسمو بريسين هذا عمله يشبه عمل ماذا؟ عمل الهرمون المقلل لإدرار البول لكن إذا كان سبب السكر الكاذب هذا كان سببه هو يعني إنه الهرمون موجود ولكن هناك مقاومة لعمل هذا الهرمون مثل مرض السكر اللي كان النوع الثاني اللي كان عندهم الإنسولين موجود ولكن الخلايا بسبب السمنة مقاومة لعمل الإنسولين فكنا ماذا نعطيهم؟ نعطيهم أدوية تزيد من حساسية الخلايا للإنسولين هنا الآن هذا المريض هل أذهب وأعطيه هرمون مقلل لإدرار البول هو أصلا عنده الهرمون هذا؟ لا أعطيه أدوية أخرى طبعا إذا كان أولا قبل أن أعطيه أدوية هناك أسباب انعكاسية يعني هناك مثلا بعض الأدوية التي تؤدي إلى زيادة مقاومة هذا الهرمون هذه الأدوية يجب أن توقف هناك بعض الأمراض مثل هيبركالسيميا هيبوكاليميا أمراض معينة ممكن تعالج هذا المرض الذي أدى إلى هذه المقاومة فتذهب بهذه المقاومة وتحسى المريض يعني بعض المرضى يكون السبب غير معروف والأنتي ديرتك هرمون موجود أو تكون أسباب مثلا معينة ولا يستجيب المريض تمام؟ توقف هذه الأشياء ويستمر المريض عنده نفس المشكلة فتحتاج إلى ماذا؟ يعني هنا معناته أن المريض بحاجة إلى دواء ما هو الدواء الذي ستعطي؟ يعني قد تستغربون المريض الآن يتبول كميات كبيرة طيب الدواء هو ديرتكس يعني أدوية مديرة للبول من نوع الثيازايد طيب كيف المريض عنده تبول زيادة وتعطي أدوية مديرة للبول؟ يعني شيء غير منطقي لا المنطق في هذا الموضوع أنه هذه النوعية من المديرات في غياب الهرمون المقلل لإدرار البول سوف تؤدي إلى ماذا؟ إلى تقليل إدرار البول ستؤدي إلى تقليل إدرار البول بطريقة معينة حيث أنه ستقلل من الفلو إلى هذا للطبة يعني هذه النقطة هذه النقطة فقط أو الأشخاص الذين يريدون أن يتعلموا أكثر وأكثر فيعني العلم متاح العلم متاح لكل شخص يعني العلم ليس حصرا على الطبيب ممكن شخص يكون يعني ليس طبيبا ولكنه مطلع يكون أفضل من طبيب غير مطلع لأن الطب بالنهاية هو عبارة عن ماذا؟ عن علم يعني آخر مرة حدثت يعني حدث موقف أنه في مريضة تواصلت معي يعني لديها مريضة فسألتني عن موضوع معين بس بالمناسبة أنه ذهبوا إلى الطبيب فقال لهم الطبيب كانت المريضة هذه تعاني من جلطة فقال لهم الطبيب عادي يعني هذه الجلطة في ماذا؟ في الوريد الخطورة إذا كانت في شريان يعني أمام هذا الطبيب أنا لا أستطيع إلا أن أقول يعني إن لله وإن إليه راجعون يعني إلى أي درجة فلابد أنه إلى أي درجة صار هناك ناس لا يعرفون من الطب سوى شهادة الطب بالتالي أنا عملت هذه القناة لكي يكون هناك ثقافة طبية حتى إذا لم تعرف كثيرا عن الموضوع ولكن على الأقل تكون أوريينتد فاهم أنه هذا الموضوع خطير غير خطير كذا يعني يكون في شيء من الحكمة إذا لم تكن موجودة لدي الطبيب تكون موجودة لديك وغيره يعني للاستفادة سواء أطباء تمريض سواء كادر طبي أو غير طبي بالتالي أرجع إلى الدواء هنا ستعطي هذا الثيازايد طبعا ممكن أن تعطي بعض الأدوية كذلك المديرة التي تعمل بوتاسيوم سفارينج لأنه ممكن تزاد وؤدي إلى ماذا؟ إلى كذلك هيبوكاليميا يعني إخراج البوتاسيوم الهيبوكاليميا نفسها نقص البوتاسيوم ستؤدي إلى ماذا؟ هي تعتبر من أحد أسباب الديبتس انسيبيداس كما هي الهيبركالسيميا فهذا الدواء يعني عندما تعطيه ممكن أن يقلل من البوتاسيوم في الدم فممكن أن تعمل معه مدير آخر يعمل على ماذا؟ الحفاظ على البوتاسيوم في الدم إذن أول دواء هو ماذا؟ الثيازايد ممكن تستخدم أدوية أخرى وهي من عائلة نانسترويدا ولكن في فيديوهات سابقة حذرت من هذه الأدوية لأن هذه الأدوية الاستخدام المزمن لها سيؤدي حتما إلى الفشل الكلوي ولكن ممكن أن تستخدم في حالات يعني على حسب يعني هناك ميزان معينة تصرف به الطبيب بناء على حالة المريض هناك بعض الأدوية الأخرى التي ممكن تستخدم يعني بعض أدوية تستخدم للصرع هذا الدواء مثل التيغريتول تمام؟ كربامازبين ممكن يستخدم لعلاج مثل هذه الحالة إذا يعني أحتاج المريض أكثر من دواء ولم يستجب مثلا لدواء واحد في الأخير أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وكذلك الإعجاب بالفيديو ليصل إلى أكبر عدد من المشاهدين وشيء أريد أن أقول لكم به أنه أي شخص لديه سؤال يكتب سؤاله أسفل هذا الفيديو لأنه أنا أغلبية الفيديوهات أعملها من أسئلة مرضى يعني يكون هناك مرضى سواء هؤلاء المرضى سألوني أنا أو سألوا مثلا طبيب آخر في اليوتيوب مثلا أنا أخذ هذا السؤال وأعمل فيديو لأنه أعرف حاجة المشاهدين لهذه الإجابة فأي أحد لديه أي سؤال يكتبه أسفل هذا الفيديو وإن شاء الله بإذن الله أرعد عليكم في فيديو آخر فلا تترددوا اكتبوا الأسئلة في التعليق تحت أي فيديو حتى مثلا فيديوهات أخرى في أي موضوع من المواضيع الفيديوهات السابقة التي يعني عملتها موجودة في القناة اكتبوا الأسئلة لأنه أنا دائما أراجع إذا هناك أي أسئلة وإن شاء الله مقترحاتكم مثلا لفيديوهات مثلا لمعرفة مرض معين شيء معين وإن شاء الله بإذن الله يعني أعمل فيديو ردا على هذه الأسئلة في أمان الله